بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعي باعتبار الاختبار على الأبواب على قناتي سوف نحو المجموعة من المواضيع ركزوا للرياضيات واللغة العربية باعتبار التلميذ سوف يمتحن فيها في آخر نهاية السنة الآن نشوف الموضوع وبعد ذلك نبدأ نحل دائما في الموضوع يكون مثل الشهادة عند الثمارين معهم تمرين تحنداسة وفي الآخر نسيبه وضعية إدماجية نبدأ بالتمرين الأول عين مرتبة الرقم 5 في الأعداد الآتية أعطونا جدول متكون من ثلاث أعداد وقالونا عين مرتبة الرقم 5 نبدأ العدد الأول 7 ملايين ومائة ألف ومائة ألف ومائة وخمسة العدد الثاني 5 ملايين ومائة وثلاثة واربعون ألف وسبعم مائة وثلاثون العدد الثالث سبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة واربعون نشوفه في الرقم 5 نعين له المرتبة التعالي التمرين الثاني يوجد في مدرسة ثمان أقسام في القسم الواحد 35 تلميذ سؤال أول ما هو عدد تلميذ المدرسة سؤال الثاني ما هو عدد الإناث إذا كان عدد الزكور هو 147 تلميذ تمرين ثلاث مقارنة قارن بين الأعدد التالي بوضع الإشارة المناسبة عن أكبر أو أصغر مكان النقاط أعطونا عددين مقارنة بينهما تمرين الرابع تمرين للهندسة أرسل مستقيم أ يشمل نقطتين المستفى بينهما أربعة سنتيمتر علم منتصف القطعة المستقيم CT أ آ back ومستقيم X و مВ على مستقيم E انتظر لدينا في أبو ه será اضم مجي لدينا م thấy إذندا وقد شاطب هذا الفيديد وكتب تحته بعد التخفيض 3900 دينار السؤال الأول أحسب قيمة التخفيض على البدلة الرياضية شطر الثاني كم اشترى أيمن قميصا بـ 30000 دينار سؤال رقم الثاني كم سيدفع أيمن لصاحب المحل أخيرا إذا كان أيمن يحمل أوراق نقدية ذات 2000 دينار فقط كم ورقة نقدية تكفي لدفع ثماني مشترياتي بكرا الآن سوف نحل بعد قراءة الموضوع